الأغلبية دي التهريسات اللي كانت تعرضوا لها في هاد الحياة من اللي قريب لنا تفقين معي ولا لا كانت تعرضوا لها اللي من الحمنا ومن دمنا ذاك الشي باش التهريسة ديالو كتكون قوية علينا لكن لما إيمانك كيكون قوي بمولانا كتحسب اللي أنا وبوحد العكاز أراه معاك لكي يعاونك باش أنك تنوض و توقف من أول وجديد علاج ليك حكاية الليلة عيوة جميل ما تمشيوا فين بقاو معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من هناك تكونوا بأخير و الأخير أموركم هني وأحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد أينما كنتم هذا الفيديو أول مرة سنصورو لكم مع تسعجة الصباح لأن اليوم سنكون مسافرة يجواج قلت ضروري يخلي لكم شي فيديو أو شي حكاية أو شي عبرة أنا هتونسكم اليوم وش ممكن تقولوا لي من أي مدينة كتفرجوا فيها محتاج أن أعرفكم كثير فبحال ديما لا تخلش عليها والضغط على زر الإعجاب لما تكلفكم حتى شي مشهود ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا ماها القصة ديالي كاتب دامني مني الله الزديد وأنا مريضة طبيب كان كيقول العائلة ديالي الوالدية باللي أنا وراه بنتكم غادي تموت لكن قبل ما غادين مرض عمتي جات عند أمي لولداتني وقاتلها أعطاها لي نربيها أنا راني والداء غير لولاد في الأول ما كانوا شبغاوا ومشوا في حالهم عمتي وراجلها ولكن منين مرض سفتوني لها في الكار مع جداتي من واحد الجهة الجهة واحدة خراف المغريب وأنا تان كبر عمرني محسس باللي أنا مربيا وكانوا كي يجول عندنا والدية كي يزوروني وعمتي كانت كتقول لي هذي أمك وهذا ببق الأصليين فأنا غدا تان كبر وعارف على الحقيقة وصلت الثانية ابتدائي وكان بابا اللي مربيني تيديني عند الأهل الجولي الحقيقيين يجعلني معاهم في العطل ويعود يمشي في حاله باش ما تقطعش العلاقة مع بيناتنا لكن للأسف من صغري وهم تدوزوا لي العذاب كانوا ناس اللي هما منافقين تهضروا في عائلتي وكانوا يسمعوا لي كلامهم اللي كان خايب وأنا كنت كانت تألم داخليا تنرجع عندك اللي ربوني وكانت نسش نوقع مع الأصليين حيث كان كبر أنه الولدين رافق كل شيء ويكونوا خايبين سنكبر وقدرت ديكا 16-17 لسنة وجاء واحد السيد اللي هو الصديق ديالبابا اللي كان دايز وقالوا ليه جيب لنا معاك بنتنا الكمت مع ذاك الراجل في الطموبيل ديالو اللي كان كبير وعيش في دولة أوروبية حتى وصلني اللي عندهم وكنستمعهم ما كونش كان قدر نكمل حتى 15 اليوم بسبب عذاب النفسي اللي كانوا تيديروه لي تيكونوا قلسين في الصالة ولا في البيت الاخر وكان بقاك نسمعهم تيهضروا عليا او لا تيقولوا شي كلام اللي ماشي مزيان كيهضروا في الناس اللي يربوني اللي اللي كان عيط لهم ماما وبابا وكيهضروا في اخوتي اللي أنا مربي معاهم وفي خوالاتي وفي هذه وهذه وهذه المهم دوز دوك الأيام وما تحملش نبقى فارجعت شو عوما تيصوني وتيقولوا لي را ذاك السيد اللي جاب مها راح اجبعت وابغاها انا من قلتها ليا ماما اللي مربياني ارفض وقالت لها السيد القدامي وراموا السحيل اني نزوج بذلك الشخص ومن هات السين لم تتوقعت سلدك شي وخليناهم تلغي وبلغاهم هم اصلا اعمرهم حتى تسولوا فيوش انا حية ولميتة ودبتي صنعوا باش انهم يقنعوني نزوج بهات السيد لانهم كيهمهم الفلوس داز عام وعيطوا عليها في الصيف وقلت لهم باللي انا رافضة والحن ديالي انا ندير ديبلوم ديال الطبخ لانه وتنحماق على الحلويات وحتى على الكوزينة قالوا لي اجيد ديري عندنا لكن فاش مشيت قلبوني وما بغاهوش لا ما انحنا نبقى ونخلص عليك الطبس واش نخلص عليك كل شهر واش نديرو ليك واش نفعلو ليك رغم ان انا اختي الحقيقيين ميسر لهم كل شي وهاد والدية البيوروجيين ميسر عليهم ملانا على هذو كل مربيني اللي اللي عقدت الحال واصلا هم ما كانوا تشرويه حتى الحويش بالعكس هم ما كانوا يحيدوهم لي كانت تكتحيلي البيجامات باش انها الام ديالي البيوروجية باش انها سعطهم البنت الجيران سنكون قالصة حتى كتدخل عليها شوحدة وكتحلي الباليزة ديالي وكتقول ليها شو في استروالي جابس شو فيه داعش بس كشي حاجة اديها حتى من البلابس الداخلية ديالي المقطعة كنت كتوريها لهم وانا عندهم غدي نسمع واحد نهار بابا البيولوجيتي يدوي مع صاحبه اللي بغي يزوجني ليه وقال ليه اللي را ما غلاضتش علما انني قصيرة وضعيفة وحروا فيك حاليين والناس قد قول لي بلي انا كيزوينة لكن انا هكذا كنت انشوف راسي سمعت بلي انه بابا قلتك سيد انا غدي نشري لها سيرو باش انها تغلاط وان بعد نصفت لك تصورتها تشوفها سمعت هذا داعك الصباح وقلت لهم بلي غدي نمشي في حالي جيت ونسيت وصراحة هذا هو الغلاط اللي كنت كندير انني كنت كننسة وبسرعة كندوز لحاجة واحد اخرى وهم غدي يمشون المدينة واحد اخرى عند واحد عمي البيولوجي عنده ظهره تماما لانه بغى الديبلوم فمشيت عندهم وقلت نضع الديبلوم عندهم تماما ومشيت نقلب معهم وقلت لي بلات يامها سمعت ان ارجعوا لمدينة دينا ودري الديبلوم تقطفيه معه ثاني ومانا ضعوا لي رجل واحد اخر اللي يتزوج بي انا ذاك السيد كان يشوفني نهار السبز انا مشيت نهار الجمعة تخيلوا ديك السنة اللي كنت كنمشي وكنجي فيها كالبرد وكنجي فيها ندخل كندوش كانوا ديما كيت فاوليات دوش او لاتين جروذا مثلا علما انهم محتاجينش هذيك السنة الاخيرة اللي منها ما بقيت وصلتهم لانه وليدي البيولوجيين مخروضين وداروش يزبلها مع عمي ونضوا وصبوها فيها لكن رب يسلكني كيف الزغبة من العجينة ودك عمي يعرف الحقيقة دي الخوه وقاطعوه وتأنا قاطعتهم وحتموا مع مره مسؤولوا فيها رجعت عند وليدي يمربيني وهنا فين غادي تبدأ قصي وهنا فين غادي تبدأ قصي لانه اللي عودت لكم دابا كان تمهيدا لهذا الشيلي جاي غادي يجي واحد السيد غادي يخطبني من طرف بابا البيولوجي واليدي اللي مربيني شافوه وبغاوه هذي الناس اللي كبروني وطهلوا فيي وعمرهم مخسروا لي خاطري فهذا المرة قلت غادي ندير لهم خاطرهم وقبلت انه نتعرف على هذا الشخص تعرفت عليه ولكن بيني وبينكم كان في قلبي شخص يقريب من العائلة وقليل فين نشوفه في الزنقة ونشوف كيف اخوتي تهدروا عليه وكان الراجل بمعنى الكلمة وشخصيته كانت قوية وانسان متدين وحنين وسخي مع اخوتي وبينه وبينه أربع سنين ديال الفرق في السن شوهو قلت؟ قلت باللي انا رتنبلي قدامه وراعار في اخوتي يعني اذا كنت يحسب شي حاجه من جيتي انا غادي يجي لدارنا لكن فاش جاهد اللي اخطبني غادي نعطي فرصة لكن ما كنش كان ارتاح معاه في الهضراء وكان انسان اللي هو سام لدرجة انا واحد النهار عرضو علينا وخرجت انا البرة باش نتلقى لي غادي يصرفقني وانا مديرا ليهوالو ومحتار ماه دوز علي العذاب وكنت صابرة وكان شوف عائلتي كيفاش بغاو تنقون صور على قبالهم لاناهم سيبغيوني هو غادي يطول ديك المدة ديال الخطبة وهذا الفطره واحد الليل غادي ندير قيام الليل كان نصلي فيه وكان ندعي الله بانه ما نكملش معادي الشخص لانا وانا ما مرتاحش معاه وهنا قررت باش انني ندوي مع ماما ونعود لها كل شي عودت لها كيفاش تعملني وجاو اخويا قريب لي لحتى ووريت المساجات كيفاش كيهدر معايا وكيهددني وكيسبني هنا قررت باش انهم يفسخوا الخطوبة ديالي معاه وحمد الله وشكرتهم فاش ندوريكم على وليدي اخويا عادي نعرفوا بلي انه هم اللي يربوني غادي تدود شهراء قلال وتناسيتها شنوقعت وقلت جريبة دست على الراس ونسيتها دكسياتلي هو قريب للعائلة وتيعرف اخوتي غادي يجي يقول اخويا راني بغيت نخطب اختك معها وعيلي عارفتو فاش جاقال هالينا ما تطوروش كيفاش حسيت الصدمة مع الفرحة قال يا اخويا فكريم بزيان اذا كنت موافقة اهضري معاه بقيت انفكر جاءت ممو اهضرت مع ماما واخدت النمرة وبقيت يهضر معايا ونعم التربية ونعم الراجل ويحتار مني والمرة الثانية فاش ماما جاءت مع اخته غادي يصفلي مع واحد الخنشة دير سقطة لي كات تعجبني واحد نهار كنت خارجة وبغي يشوفني مباشرة فمشيت في واحد البلاسة وجوقف عليها حد دعطني واحد البلاسة اللي دي نقرة سلم عليها ومشى ماهضرناش اعطني الكادو ومشى حتى العم لم يكن كيه زافية كان ديمتي يحترمني سنتفقوا بشأننا سنفعلوا الخطوبة والعقد وعشوها مع بعض العائلتين وصفة جاء درنا الخطوبة وذلك والدي البيورياجيين ساقوا الخبار لهذا الشيء لا اعرف كيف وصلوا للنمرة الماما ووصلوا ليه هو واختي من دمي والحمي وكرش وحدة وكنس كان احترمهم ومشوتي هضرون مورايا وفيا وعليا اعلمان ان هذا الشاب اللي جاي تزوجني ما كانش عار في الماضي ديالي مع هذا الوليدي المخروضين ومعودش ليه فضلت ان هذا الجانب المظلم من حياتي يبقى في الماضي فمشوتي عمره في ماما وبما انه شخص يحترم عائلته بزاف وكيحترم امه فغادي يصنيع ليه ويقول لي رعا عائلتك هاش نو قالوا فيك جات مو قالت ليه انتي اصلا ما فيك الخير حتى مع عمك اللي والدتك عادي يكون فيك الخير فيه ولا مع ولدي هاش نو قالوا هاش نو قالوا ودابة بنت الناس سير الله يعاونك حدي قلت ليه انتي سمعت غير مجيه وحده خالتي وما سمعتش مني انا ما عندي ما نديرليك من حقك وراه والدك هادك بكيت وتقطت ساحت وضرني قلبي هو ما قدش يتفرق عليها وبدك يدوي معايا ولكن هي قلت ليه اذا كنت عزيزة عليك وكتحتر مني بععد على ديك ماهو اخترت باش نبعد عليه وقلت ليه الله يعاون راه مامك ما بغتش ومن حقها وعندك تقول ليها شي حاجة امك اولا لانها ضربت عليك تم ما رح تخدمتي وما تخصرش لها خاطرها واذا كنا مكتبي لبعضياتنا ولد الناس راه ربي غادي يدير شي مخرج ديها الخير فدابة الله يعاوني وعاونك مامك عندها الحق انها تختار ليك البنت اللي تكمل معاها حياتك او على الاقل من حقها انها تكون فرحانة لك راه وخا نزوجه وما تكونش هي فرحانة راه غادي نعيشه في المشاكيل لان او الزواج مش غير ما بينزوج دي الناس ولكن ما بينزوج دي العائلات اللي خاص يكون تراضي مبينتهم خسرني معاها العائلة وبعده عليا الشخص اللي بغيت وهنا قررت ما كينات تشي حاجة في حياتي غادي مبقى كنصلي صلاتي وانطلب الله انه يفاجه علي مبقيت مجتهده في علاقتي مع ربي وصدع لي في الدار دخلت كنقرى القرآن ودست شهورة تهل واحد النهار غادي تصنع لي واحد النمراء ولكن ما عرفته هاش من قبل ما تصنع لي سبحان الله صليت قيام الليل والفجر وقلت كنقرى في القرآن ورتاحيت واحد الراحة لم يمكنش كيفاش حسيت بها بحيلة شديته قلبي وكبيته عليه الممتلج واحد الراحة يا سلام فقط انضحاك وقلت الله راني مرتاحة هاد النهار بزاف الحمدلله هي هادك داك الصباح كانت تصنع لي واحد النمراء ما عرفته هاش قالو كالقاها الام دي الشخص اللي بغاني وبغيته بنتي ماها انا مزاوقة فيك عافك راني بغيت نتلقى معك واشجي عندي الدار رفضت انا نمشي لدارها وطلقيت في واحد الجردة معها وقلسنا قلت لي ضلمتك بزافة بنتي وسمحيلي وبدت كتشنشق بالبكاء قلت لي مني تفارقتي مع ولدي فلان هادي عام وهو اللور رجعك يكمل قرره ويكمل حشيش أعزكم الله وما بقى يدوي معنا ولا حتى يتجمع معنا كان يقول لي يا سيري عند جداتك تقول لي يا سيري عندها انتي عمرو نساك ووالديك ارهو ما السبب باش انكم تفرقتو ونازل تكبرت عقلي قرأني تلاقيت بواحد السيدة من عائلتكم وشرحت لي الحقيقة و لكن علش انتي ما قلت لي ناوانو المهم انا جاي ينطلب منك دابة سماحة بنتي وبقاتك تبكي هي انسانة مزيانة و كتعرف بينها و بين الله في ساعة الغضاب مفكرتش و طبيعي انها تسمع اهضور من عند وليديك البيولوجيين و تتقيقهم و كنت لها علي داور جليا و قلت لها الله يسمح و لكن ممكن انا و والدك ما مكتبنش البعضيات ناخلتي فوت هذا الامر المولانا و خليته بس ايام و سيجوا عندنا يطلبوا مننا السماحة او بالاحرى يطلبوا مني انا السماحة و جاءوا بغوا يخطبوني من جديد و اصليت ثلاثة السخارة و يربي تسترلقاع الامر و انا عنده دباف الديار الاوروبية من هذا القصة اريد ان اقول لكم بل انا و العوض ديار ربي زوين و لكن بشرط قدمت قربتي المولانا و اعبدتي محبة فيه قدمت اعضيك حتى كيرضيك صحيح ان انا عشت العذاب مع وليدي البيولوجيين و حاليا تقطعات العلاقة بيني و بينهم يخسروني مع امامي و اخوالي جدودي و كل شي كان يصنع لي و يسبب فيه و يقول لي و طبعي حدودية دي وضع لي العذاب و لكن فاشو بغيت ربي و تفرغت لربي و دخلت نحفظ القرآن و قلبي ارتاح و ربي اعطل قلبي ذاك شي اللي كايبغي هذي هي كانت حكيتي كانت مني انكم تكونوا استفدتوا منها و هذي كانت حلقة مها يا سادة يا كرام حلقتنا اليوم اللي فيها العوض الجميل كان احشق الحكاية دي العوض الجميل اللي انا كتعطيكم الامل كتفكركم باللي انه ربي مع الجميع ربي ما تيخلي حتى شي حد كي دق بابه هذي كانت حلقتنا الليلة كانت مني انتكم نالت ايجابكم انطلقوا ربما بعد غدا ان شاء الله سلام سلام